السلام عليكم ازيكم بنات حاملين اي يا رب اكونوا في خير اهلا بكم معي في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض عدة تدوير لازايز الدواء. اه لو لقيت كده ازايزة شكلها حلو وزي اللي قدام دي كده ما ترميهاش خليها. نعمل منهم فكرتين ان شاء الله يعجبوكي. بس قبل ما ابتدي لو مش مشتركها في القناة ريتا نورني وهشتركي وفعلي الجرس كمان عشان نوصل لكل الفيديوهات اللي بقدمها بعد كده. ولو عجبتك اه الافكار اللي هنقدمها النهاردة طبعا ما تنسيش بقى تحطي لايك. يلا بينا بقى ان كنا نخش على الفكرة الاولانية بتاعتنا. طبعا الايزاز بتاعت الدواء بمحتوط عليها ورقة انا بجيبها بنقعها في شوية مية بصابون وبعدين يعني باخسلها كويس واشيل كل الورقة اللي لزق عليها وبعدين لو لسه في لزق بشيله بمسلا حبة زيت كده صغيرين. ودلوقتي بعد ما خلاص شلت كل حاجة من عليها بجيب كده شوية اسيتون على قطنة وابتدي ان انا نضافها كويس بشي من عليها اي حاجات بقى لسه تكون لزقة بسيط عشان تكون نضيفها معنا. وكمان يعني اي لزق واي مسلا ايدين مطبعة او اي حاجة بينضافها ويخليها مرية يعني بتلمع. دلوقتي بقى هجيب المسطرة وهبتدي ان انا قيس طول الازازة. طول الازازة كان اتناشر سنتي هبتدي ان انا اقسمها على اربعة كل جزء هيبقى تلاتة سنتي وبين كل آآ جزء والتاني انا بعمل كده بسطر. طبعا انتم شايفين كده استمتها على اربع اجزاء. ليه بقى عشان يبقى مزبوط معي الشغل اللي انا هعمله. جايبها دلوقتي معي مسدس الشمع. وهبتدي في كل جزء من اللي انا عملتهم كده هعمل آآ زي دايرة. طبعا بمسدس بقى الشمع يعني هيعمل معاك شكل دايرة كده. بزبوط ايدك وتعملي في كل شكل آآ في كل جزء يعني آآ على حسب بقى الازازة بتاعتك آآ ما اسها قد ايه. انا مسلا الجزء الاولاني ده خد معي دايرتين. بعد كده آآ عملت في كل جزء من التانين آآ تلات داير بشكل دا كده. وهعمل برضو في الجنب التاني انه ورا نفس الكلام دايرتين. زي كرتين كده. وبعدين اما تهزي الازازة بتاعتك هتلاقيها اتزبطت معاك. طبعا المسدس الشمع يكون سخن كويس جدا. علشان يطلع معاك الشكل مزبوط. طبعا الحاجات الزيادة اللي بتطلع دي بقى اثناء ما احنا بنبقى شغالين بالمسدس. بنشيلها في الاخر عشان ما تبواصش معانا الشكل. لو في حاجة مش مزبوطة معاك كده ممكن بالسكينة او بالقطر تبتدي ان انت تزبطي شكل الدايرة بتاعك يعني لو في واحدة مسلا تلات مش مزبوطة او حاجة او تشيل ليها خالص هتتشال وتعمليها من اول وجديد. بعد ما كل الدوائر نشفت معايا كده بجيب ورق آآ فويل بتاع المطبخ عادي جدا جدا آآ وبعدين ببتدي ان انا كرمشه بايدي وبعدين ببتدي ان انا افرده تاني باسبونشة او حاجة عشان بس ما تقطعش معايا وهبتدي ان انا هلزقه فوق الايه فوق الازازة بتاعتي زي ما انت شايفين كده وبالسبونشة ببتدي ان انا افرد على الدوائر اللي انا عملتها عشان تبقى بارزة وبينة. بحط من تحت آآ اوهو علشان يبقى مسبت معايا ورق الفويل كده كويس آآ مش هستخدم مصدس الشام عشان ما يعملش معايا بروز والشكل يبوز خالص آآ هيبقى كويس معاكي. اول زي الامير مساء الاوهو او الامير هينفعه في الموضوع ده. هبتدي ان انا اعمل كده شايفين اما بضغب بالسبونشة ايه الشكل معايا بيبان اللي هو شكل الدوريات او الكور اللي احنا عملناها. وطبعا بلزق من تحت بالاوهو. احط كده شوية من القوهو وبفردها بالفرشة او بايدك وبعدين هبتدي ان اضغط بالسبونشة. اسبونشة او حتى او منديل كده يعني اي حاجة. وهبتدي ان انا ننزق كده واي حاجات زي ده شوية طالع على البرة حاجات مش ملزوقة كويس. هتبتدي بالقوهو تحط شوية معايا تفردي. الخطوة بقى اللي بعد كده عشان خطر نبرز الشغل اللي معايا اللي احنا عملناه. معي لون اسود بيبعد موان ازايز كده. اه هاخد شوية طبعا بالسبونشة وهبتدي ان انا افرد على الورق الفويل اللي انا حطيته. هتبتدي تفردي بحيس ان انت يعني يديك ضاية بسيط مش يعني مش هنغطي الشكل خالص. لأ طب طبع كده ومسح بحيس ان هو يديكي بس شكل بس شكل بسيط. قصدي يعني تريش كده بسيط يديكي اضاءة كده ويزهر الشغل معاكي. زي ما انت شايفين بحط كده شوية صغيرين خالص يا دوبك. وبعدين ببتدي ان انا اطب طب بالسبونشة كده على الشكل بتاعي. كده هو بالشكل ده وبمسح كده بحيس ان هو ايه يظهر بس الدوريات اللي معايا او الكورة اللي احنا عملناها دي. ويديكي ضاية بس يعني السيلفر يبقى باين كده ويبقى بديكي ضاية. وطبعا هنسيبها تنشف كويس هي مش تاخد وقت اخلص. نيجي باعة على الفكرة التانية بتاعتنا بازازة تانية نفس الشكل برضو. هبتدي ان انا برضو بمسادس الشمعي كده. هعمل اشكال زي ما انت شايفين نص دايرة مربع آآ مهم ان هم يكونوا متوصلين ببعض. كده بالطريقة دي يعني نص دايرة اشكال عشوائية يعني مش اشكال مظبوطة قوي. كده هو نص دايرة او مربعات كبيرة وصغيرة عملي احجام كتير وعمليها يعني باشكال عشوائية كده ما هم يكونوا متوصلين ببعض. مش مفتوحين. بعد ما خلصت الاشكال العشوائية دي كده اللي انا عملتها هبتدي اجيب آآ ده بلاستيك ابيض. هبتدي ان انا آآ ادهن بقى الازازة بتاعتي باللون الابيض كده. بطريقة الطبطبة برضو بزبونشة. آآ حاسيت ان هي هتدي نتيجة احسن من الفرشة. هبتدي ان انا طبطب كده. بشكل ده عشان كمان تخش في الاركان والزوايا لحوالين الشكل اللي احنا عمالناه بمسدس الشمع. آآ ده هياخد معي الازازة دي هتاخد معي وشين مش وش واحد عشان تديني لون قوي. ده كده شكل الازازة بعد ما البيض او الدهان ناشف. انا ديتها وشين. شايفين اللون بقى قوي ازاي? بقى ابيض كده صريح قوي جدا. معي بقى هنا لون اسود اللي احنا كنا لسا مستخدمينه في الشكل اللي قابليه الازازة اللي قابليه. وبفرشة رفيع دي كانت فرشة ميكب عندي آآ قديمة. بيبقى يعني الشعر بتاعها ناعم وحلم. هبتدي ان انا اخد كده بصوا يعني حتة ضغننة جدا جدا من اللون الاسود. وعلى الفرشة كده وبمسح كمان وبعدين ببتدي امشي بقى على ايه الاشكال اللي احنا عملناها عشان تظهرها. كده هو هتبتدي ان انت تلوني كده بطريقة يعني ايديك يخففيها خالص. عشان اللون ما يبقاش قوي قوي. بس احنا عايزين نظهر الاشكال اللي احنا عملناها. باخد نقطة كده صغيرة وبمسحها كمان. بحيس ان تبقى الفرشة فيها حابة صغيرين قوي. بعد كده ببتدي ان انا نمشي كده على الاشكال من كل الاتجاهات من الناحيتين. اشتركوا في القناة بعد ما خلصنا باللون الاسويت كده والاشكال اللي معانا بقت زهرة ووضحة. ابتدي ان انا برضو اديها زي يعني اضاءة خفيفة باللون الدهبي. ممكن تستخدمي اللون الفدي. كل ده بيبقى طبعا بيرجع على حسب ايه الاوضة اللي انت هتحطي فيها الفوزة دي. كده بسايفين برضو باخد برضو حاجة بسيطة جدا على الفرشة وبمسح كمان الفرشة وبعد كده ببتدي امشي فوق الاشكال اللي انا عملتها. بتديني كده اضاءة. وبتديني لمعة ويا بيبقى شكلها حلو جدا. هوريكم طبعا شكلها النهائي دلوقتي طبعا دي عاملة زي فوزة كده الديكورات التركية اللي هي طلعة جديدة. عارفين اصعرها بتبع عاملة ازاي شوف عملناها من حاجات بسيطة جدا جدا. ده كده شكلهم النهائي. شايفين شكلهم حلو جدا ازاي يعني بجد شكلهم حلو قوي. عملنا شكلين مختلفين. اه من ازايز الدواء اللي هي لونها ابيض دي. اه شكلها حلوة قوي. عاملة زي الديكورات التركية زي ما بقول لكم. الفوزات والوردة طبعا انا حطها دي كنت ساعملها معاكم في الفيديو القابل ده على طول. اللي هو كنا عاملينها من الاكياس البلاستيك. يعني احنا كده عملنا الفوزة وعملنا كمان الوردة بتاعنا. وده شكل الفوزين بتوعي. ودي شكل اللي هي لونها سيلفر. كمان حلو جدا والحاجات البرزة اللي فيها دي برضو ميديها شكل حلو. دي ورود بقى يعني جهزة مشان عامليها. كده تقدري بقى تحطيهم ما تزيني بهم مسلا تحطيهم على المكتب تحطيهم في المبخ فوق التلاجة على السفرة. ده كده شكلهم في اضاقة تانية بجد حس ان الاضاقة ظلمهم شوية فاغرت لكم الاضاقة. اللي هي لونها دي بنت شوية الاشكال اللي فيها والالوان اللي عليها. واتحت شوية. يا ربي كده الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم. ما تربموش بقى اي ازايز دوة يكون شكلها حلوة كده وشيكوا عجباكم. هنغير منها خالص. ومحدش اصلا هيبقى عارف ان دي ازاز الدوة تماما يعني خالص. شكلهم حلو وعملين دي كورات حلوة يا ربي الفيديو يكون عجبكم. طبعا ما تنسوش بقى لو عجبكم اه الافكار تحطوا لايك على الفيديو. وما تنسيش طبعا تشتركي في القناة لو اوم مرة تشوفي قناتي. وفع علي الجرس عشان يوصل لكل الافكار والحاجات اللي بقتمها بعد كده. وان شاء الله هشوفكم في فيديو جديد وافكار جديدة قريب جدا مع السلامة. اشتركوا في القناة